نبدأ بخبار النادي الاهلي كان مبارح فيه سجال وكان بنشوف مين الحارس اللي حيكون مع كابتن شوبير كان فيه يعني اقويل اقويل ان احنا كان اول المنتقب الفريق النادي الاهلي كان حيتعاقد مع بسام بس الاتجاه دلوقتي او مش الاتجاه تم الاعلان عن التعاقد مع كابتن محمود الزنفلي حارس مرمى الدخلية اعارة لمدة ستة اشهر بنية البيع التعاقد مع كابتن زنفلي حارس مرمى الدخلية اعارة لمدة ستة شهور بنية البيع بعد مفاوضات جرت ما بين الناديين في اسعاط الفاتت مارسل كولر البدير الفني النادي الاهلي كان مصمم ان هو يضم حارس مرمى في المركات والشتوي بعد اصابة طبعا كابتن شرناوي ما علمه مصادرنا او ما علمناه من قبل مصادرنا في رقم 10 ان الزنفلي حيحصل على راتب قدره 3 مليون جنيه خلال فترة عارطه بنادي الاهلي حيسدد الاهلي لنادي الدخلية مليون ونصف المليون قيمة الاعارة ولو اراد شراء الحارس بشكل نهائي حيسدد ليه الدخلية 5 مليون جنيه وعلى فكرة فيه فيه لغط وفيه خناءة هو اسمه الزنفلي ولا الزنفلي بس انا تقريبا استقصيد الموضوع هو اسمه الزنفلي اعتقد يعني على اي حال لسه مكملين لسه مستمرين في اخبار النادي الاهلي دورة نادي الاهلي اغلاق بقى ملف رحيل محمد عبد المنعم مدافع الفريق الى نادي القطر القطري في امريكاة الشتوي الحالي باب القيد في الدورة القطري بيغلق غدا يوم الاثنين ومن ثم تقلصت فرص مدافع النادي الاهلي ان هو يرحل عن النادي الى النادي القطري المصادر بتاعتنا داخل النادي الاهلي قالت ان محمد عبد المنعم مستمر في النادي الاهلي لنهاية الموسم لن يرحل الى نادي قطر القطري لسنا مستمرين في اخبار النادي الاهلي خلونا نطمن على كابتن علي معلول ظهير ايسر الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاهلي اللي هو بينتظم في الميران الجماعي للفريق اللي اقيم صباح الاحد على ملعب التتش بي الجزيرة الدكتور احمد جبلة طبيب الفريق قال ان معلول تعافى كثيرا من اثار نزلة البرد اللي كانت ابعدته عن الميران الجماعي زمي ما قلنا مبارح كمان طبيب النادي الاهلي بي اوضح يعني ان اللاعب انتظم فيه فقرات الميران الجماعي بشكل كامل بعد حسن حالته وتلاش عراض نزلة البرد طيب لسه برضو مستمرين في اخبار النادي الاهلي كابتن احمد عبدالقادر لاعب نادي الاهلي بيبدأ بقى مرحلة جديدة من التأهيل من الاصابة في العضلة الخلفية اللي لحقت بيه مؤخرا وكابتن احمد او الدكتور احمد جبلة دكتور وطبيب الفريق قال ان عبدالقادر بدأ النهاردة مرحلة الجري السريع في التتش هناك تحسن كبير تقدم فيه برنامج العلاجي والتأهيلي في الاطار ذاتي قال جبلة ان وسام ابو علي لعب الفريق الجديد بدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل في الجيم النهاردة علشان يتخلص من الاصابة اللي كانت لحقت بيه في العضلة الخلفية احنا لسه مستمرين كمان فيه اخبار لنادي الاهلي النادي الاهلي بياخد مباراة ودية امام فريق سموحة عصر يوم الاثنين اللي وبكرة ان شاء الله ساعة ثالثة عصرا على استاذ القاهرة الدولي ده ضمن استاذات الاهلي لمباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري ابطال افريقيا اللي ان شاء الله ستتلعب يوم 16 فبراير اللي جاي طيب اعتقد دي كل اخبار النادي الاهلي